في سنة 2009 أنجبت الفنانة المصرية هالة صدقي توقمها يوصف ومريم من جزها المحامي سامح سامي وقتها كان عندها 48 سنة وحالتها شكلت أمل لستات كتير كان نفسها تخلف بعد الاربعين إلا إن خلفتها مع جزها ووصلت لإنه يرفع قضية إنكار نسب توقمها لها ويكشف على الهواء إن حمل الفنانة حصل عن طريق بويضات لإمرأة تانية لإن بويضات هالة غير صالحة لحدوث الحمل وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات إن الفنانة مش أمهم الحقيقية إلا إن محكمة الأسرة رفضت دعوة زدوج وحاكمت بحبسه شهر لامتناعوا عن دفع نفقة للتوقم